بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله رح نكمل معاكم قصة رسم القلب الجزء الثالث منها والأخير تحدثنا في الفيديو السابق عن الخلاف الذي دب بين القاص وتلك النبتة وكان سبب الخلاف أن النبتة أرادت أن تتوجه نحو النافذة حيث الطوء والهواء لأنها مصممة على الحياة أو تريد العيش والحياة لكن الكاتب أراد توجيهها نحو الباب حتى يتخلص منها لأنه لا يريدها في حياته نكمل قراءة صحيح أن المشهد أثار في نفسي أسا مبهما لا سيما حين قدرت أنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي وتذكيري بالتفاهم الذي حصل بيننا لكن لماذا لا تستجيب لرغبتي على الأقل إكراما لاهتمامي بها ثم أن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها وامتدادها فهي ملأة بالصور الآن في هذه الفقرة أشعر كاتبنا أو شعر القاس بالحزن بسبب عدم انصياع تلك النبتة لرغبته بأن تتوجه نحو الباب وهو يقول عليها مثلا أن تستجيب لرغبتي إكراما لطبيعة العلاقة التي أصبحت مستقرة إلى حد ما بينهما وهو يحاول تعليل رغبته في أن تتوجه نحو الباب طبعا هذا التعليل هو تعليل غير صحيح إطلاقا فهو سبب إرادته أن تتوجه نحو الباب حتى يتخلص منها فقط لكنه يعلل ويقول إذا أرادت أن تتوجه نحو النافذة فالحائط أو الجدار مليء بالصور مليء بالصور فكيف لها أن تحصل على حريتها في الحركة والنمو نحو النافذة طبعا كلمة أو عبارة فهي ملأة بالصور دلالة على كثرة ذكرياته كثرة ذكرياته وازدحامها فهو لا يريدها أن تبقى من تلك أو لا يريدها جزءا من تلك الذكريات لا يريدها جزءا من تلك الذكريات نكمل القراءة حاولت لي عنقها برفق وتصميم لكنها هذه المرة بدت أكثر صلابة وإصرار على التوجه نحو النافذة وحين قصت أصابعي عليها قليلا أحسست بعنقها ترتجف أجل لقد ارتجفت مرتين في هذه الفقرة يبدو لنا أن هذه النبتة أصبحت قوية جدا وأكثر صلابة طبعا هذا الكلام نحن مهدنا له في الفيديو السابق حيث قلنا أن أثر التغير الإيجابي الذي بدأ على النبتة أنها بدأت قوية تفتحت لها أوراق جديدة أصبح لونها أخضر يانع هذه الأمور كلها جعلتها أكثر صلابة وأكثر قوة وأكثر تألق لكن الكاتب هنا حاول أن يثني عنق تلك النبتة موجها إياها إلى الباب لكنها بدأت أكثر صلابة وقوة يعني رفضت أن تتحول أو أن تتوجه نحو الباب لكنه دون إحساس بذلك قصة أصابعه عليها قليلا أي أنه حاول كسر أو حاول ثني عنقها بشيء من الشدة لكنه أحس بعنقها ترتجف ترتجف لا لا على أنها تشبيهها بكائن حي بكائن حي يرتجف إذا يعني تعرض إلى لي العنق وإلى آخرين طبعا هنا يقول يشير إلى أنها ارتجفت مرتين في المرة الأولى عندما حاول كسر ساقها ارتجفت معه وهنا هذه المرة الثانية من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث لكن تلك العنق ارتجفت بين أصابعي مثل سمكة حية هنا يشبه هذه النبتة بسمكة حية ارتجفت بين أصابعي إن التشبيهات واضحة جدا ازددت إصرارا على تنفيذ ما بدأته هنا يبدو أن القاس أجزم على كسر عنق تلك النبتة يعني هنا ازداد إصراره على الخلاص من تلك النبتة وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار إذ بها تنكسر إذ بها تنكسر إذن يعني عند محاولته لثنيها نحو الباب انكسرت تلك العنق أو الساق كان الصوت الذي سمعته حينئذ أشبه بصوت كسر عظمة بشرية هنا التشبيه الفني جميل جدا فهو طبعا هذا الكلام جاء من إحساسه بأنه أقدم على جريمة تقتل نفس بشرية طبعا هذا الكلام سبق وأن ذكرته هو دائما يلاحق شعور بأنه مقدم على قتل نفس بشرية فهو تخيل تلك النبتة بأنه إنسان وهذا الفعل الذي عندما ثنى عنق تلك النبتة شعر بأنه كسر عظمها فهو كأنه بصوت كسر عظمة بشرية دهمني شعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس هذا الشعور يلاحق كما قلنا السائل والسائل الذي نزى من مكان الكسر لطخ يدي نزى بمعنى سالة هنا يكمل التشبيه بداية شبه هذه النبتة بأنها إنسان وقام بكسر عظمته وإكمالا لهذا التشبيه الفني فشبه السائل الذي سال من تلك النبتة بدماء بدم يلطخ يديه كلمة لطخ هي كلمة مرافقة دائما للدم فالدم هو الذي يلطخ اليدين أما رأسها فظل بين أصابعي أما رأسها فظل بين أصابعي الآن يعني خلص تمت عملية الكسر ويبدو أنه قتل تلك النبتة لم أدري ماذا أفعل به تلفت حولي بذعر الآن بذعر هنا بدهشة وخوف تراجعت قدمي نحو الوراء رأيت في الأوراق عيونا تتهمني وإذ سقط الرأس بين يدي فتحت الباب وغادرت البيت هنا يعاود التشبيه للمرة الثانية فهو يصور لنا أن لهذه الأوراق أوراق تلك النبتة عيونا توجه له الاتهامات توجه له الاتهامات هنا من هول المفاجأة عليه فتح الباب وغادر البيت الآن بعد أيام لم تمضي سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها حاولت إنقاذها نظفت مساماتها بقطعة من القماش المبلول رويتها بحرص فتحت الستائر والنوافذ لكن كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع الآن بعد أيام قليلة بدأت علامات الذبول والموت تظهر على تلك النبتة فذبلت أوراقها لكنه حاول أن ينقذها وكأنه نادم هنا تظهر لنا علامات الندم فحاول أن يقوم ببعض الأعمال التي كان يمارسها في بداية علاقته بتلك النبتة فنظف مساماتها بقطعة من القماش المبلول عسى أن ترجع إلى الحياة رواها بحرص فتح الستائر حتى تتعرض للضوء والهواء لكنها كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع الآن أشبه بعزيز هنا دلالة أن هذه النبتة أصبحت إنسان تشبه إنسان عزيز عليه يعني أصبح وكأنه بينه وبينها علاقة يعني علاقة مودة لكنها أرادت وصممت على أن تنسحب من حياته بصمت موجع جدا الآن روايدا روايدا صفرت أوراقها كل يوم تصفر أوراق جديدة ثم تجف وتسقط لم يبقى سوى أقصانها التي سودت وبدت مثل أدرع سوداء لعنكبوت خرافي يتشبث بجدار الآن بدأت تفارق الحياة روايدا روايدا صفرار أوراقها ثم تحول أقصانها إلى أذرع سوداء هنا تشبيه فني رائع شبه أذرع تلك النبتة شبه أذرع تلك النبتة بعنكبوت هذا العنكبوت يتشبث بجدار يعني يتمسك بهذا الجدار بقوة لكنه في النهاية يسقط الآن العنكبوت لها دلالة كلمة العنكبوت استخدمت في هذه القصة للدلالة وهي أن تلك النبتة حاولت أن تتشبث بالحياة حاولت لكنها فارقت الحياة وسقطت إذن العنكبوت هنا للتشبث بالحياة الآن ثم يسقط على الأرض فجأة في إحدى ليالي أيار الآن دلالة يسقط على الأرض دلالة على موت النبتة دلالة على موت النبتة وانتهاء زمن القصة في شهر أيار كما أسلفنا بالذكر أن زمن هذه القصة بدأ من شهر آذار انتهاءا بأيار فيعود الجدار مثلما كان متقشرا مصفرا عاريا أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة غير مفهومة برؤية ذلك الصديق حسني بعد أن رآها سقطت وماتت أصبح لديه رغبة قوية جدا برؤية صديقه حسني الآن هناك دلالات لرغبته القوية برؤية ذلك الصديق الآن قد يكون دلالة على أسفه وندمه على موت تلك النبتة وقد يكون أيضا شعوره بالذنب لما حل بالنبتة وخجله من صديقه الذي أوصاه بالعناية بها وقد يكون أيضا قد عاوده المرض بعد سقوط تلك النبتة فاشتاقل زيارة حسني ليحضر له نبتة جديدة الآن انتهت هذه القصة وأحداثها بدت واضحة جدا الآن في بداية تحليلي لتلك القصة أشرنا إلى أنه هناك عناصر لتلك القصة فالقصة يجب أن يكون فيها عناصر الزمان والمكان والشخص والحدث وذروة التأزم والحل حددنا الزمان وقلنا أنه من شهر آذار إلى شهر أيار أيضا قلنا أن المكان هو منزل القاص والشخص النبتة والقاص وحسني الحدث موجود عندكم بالدوسية عبارة عن تلخيص لأحداث القصة كاملة بأسطر كتبت لكم إياها بالقصة هلأ هي بلش الحدث بالإشارة إلى العلاقة بين القاص والنبتة أنها كانت علاقة عادية مثلها مثل باقي الأشياء في الغرفة ثم بدأ يفقد توازن لهذه النبتة لأنها تفرض عليه تغييرا في السلوك تحتاج إلى ري تسميت تنظيف فكر أن ينقلها إلى خارج الغرفة أراد التخلص منها لأنها تدخلت في حياته وأفسدتها تراجع عن ذلك بدأت العلاقة بينهما بالتوازن خاصة عندما انتعشت في شهر آذار عادت الحالة إلى عدم التوازن مرة أخرى عندما حاولت تخلص منها وكسر عنقها لكنه أحجم عن ذلك ثم عادت الأمور لتتوازن حيث انتعشت تلك النبتة مرة أخرى إلى أن وصلنا إلى الخلاف الذي دب بينهما لأن النبتة أرادت أن تتوجه نحو النافذة وهو أراد توجيهها نحو الباب انتهت طبعا بمأساة لتلك النبتة حيث اقترف جريمة في حق تلك النبتة لكنه حاول أن ينقذها وعبثا لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية لتلك النبتة الآن في عنا كمان ذروة التأزم وهو عنصر مهم من عناصر القصة ذروة التأزم كانت انكسار عنق النبتة عندما رفضت التوجه نحو الباب لا لكل قصة حل والحل هنا كان موت النبتة واشتياق القاص إلى رؤية صديقه حسني طبعا الحل في أي قصة قصيرة إما أن يكون إيجابي وإما أن يكون سلبي في هذه القصة كان الحل عبارة عن حل خلينا نحكي حزين نوعا ما له بامتهاء أجل تلك النبتة وموتها وأيضا باشتياقه إلى رؤية صديقه حسني الآن سأبدأ بالإشارة إلى بعض حلول الأسئلة المهمة الآن لو أشرنا إلى أسئلة المعجم والدلالة الأسئلة المعجم والدلالة أسئلة واضحة جدا لكن أريد الإشارة إلى السؤال المتعلق بصفات الألوان وأشرنا إلى أهمية هذا السؤال الرجاء حفظ صفة كل لون الأصفر نشير له بالفاقع والأبيض بالناصع والأحمر بالقاني والأزرق بالصافي والأسود بالحالك طيب الآن إجابات الأسئلة واضحة لديكم في دوسية واضحة بشكل كبير لدينا بعض الأسئلة المهمة جدا طبعا علينا أن نركز عليها إلى حد ما مثلا سؤال العلاقة التي تربط القاس بصديقه حسني طبعا هي استخراج من الناس لكن علينا الاهتمام بهذا السؤال إذن السؤال العلاقة التي تربط حسني بالقاس هو سؤال من الأسئلة المهمة أيضا عنوان القصة الذي استوحاه من شكل أوراق النبتة يعني هذا السؤال أيضا من الأسئلة السهلة طيب باقي الأسئلة هي أسئلة سهلة أيضا التحول الإيجابي الواضح نحو النبتة أجبت عنه أنا إجابة واضحة أثناء شرحي بدنا نحفظ ملامح هذا التحول الإيجابي وأيضا سبب هذا التحول والأثر الإيجابي على النبتة أثر التحول الإيجابي على النبتة برضو أنا أشرت إليه بشكل مهم جدا أثناء شرحي الآن إصرار القاس والنبتة على الوجهة للنمو لماذا أصر كل منهما على رأيه هذا الشيء فهمتموه جيدا وما نتيجة هذا الإصرار على كل منهما طبعا نتيجة الإصرار كانت واضحة لكم بشكل واضح الآن الحقائق العلمية الموجودة في القطعة أو في الناص أو في القصة كانت تتعلق بالاهتمام بالنبات وهذا الشيء فهمتموه جيدا طيب الآن اشتياق القاس في نهاية القصة إلى رؤية حسني أيضا هذا في نهاية شرحي أجبت عنه وهو سؤال من الأسئلة المهمة جدا الآن هناك العديد من الأسئلة مكتوب لديكم يترك للطالب أي أن أي إجابة يجيب عنها الطالب تعتمد وتكون صواب لأن هذه الأسئلة تكون من باب الرأي الشخصي نعتني جيدا بالصور الفنية الموضحة لديكم في الدوسية صور فنية طبعا السؤال في التذوق الجمالي كان سؤالا عاما يعني استخرج صورا فنية ووضحها طبعا استخرجت لكم أنا تقريبا الصور المهمة اللي إحنا بدنا إياها وزاريا فعليكم حفظها جيدا الآن الدلالات إحنا متعودين على سؤال الدلالة من الأسئلة المهمة جدا الآن يعني سؤال الدلالة ينقسم إلى نوعين ممكن أن يكون وضح دلالة ما تحته خط يعني بحط لك خط تحت كلمتين في عبارة أو دلالة العبارة كاملة يعني على الحالتين أو في الحالتين إحنا بنحفظ هذا الكلام حفظ جيد يعني سؤال الصور الفنية وسؤال ما دلالة كل من هو سؤال مهم جدا علينا الاهتمام به الآن في عنا سؤال غاية في الأهمية وهو بما يوحي استخدام القاس لفظة العنكبوت في نهاية القصة هو من الأسئلة الخطيرة والمهمة التشبث بالحياة التشبث في الحياة طبعا كما نعلم أن النبتة كانت مقاومة وتشبثة تماما كعنكبوت تتشبث بالجدار ثم يهوي ويسقط الآن في عنا قضية أنا ما أشرت إلها نهائيا أثناء شرحي وهي أن الكاتب وظف عناصر الحركة والصوت واللون في قصته وهذا من باب الإبداع الحركة والصوت واللون الآن يعني مطلوب منك أنت إذا جاء فقرة من هذه القصة وزاريا أن تستخرج مثلا مثالا على الحركة مثالا على الصوت مثالا على اللون أنا أدرجت لكم كل شيء يتعلق بالحركة وكل شيء يتعلق بالصوت وكل شيء يتعلق باللون الآن نصيحتي لكم هذه العبارات تحديدها في النص وكتابة فوقها مثلا حركة صوت لون حتى تعتادوا عليها اعتياد فمتى ما شاهدتموها يعني عرفتم أنها حركة صوت لون مثلا الحركة انتعشت تلك النبتة جلست على المقعد يعني تشير إلى الحركة لويت عنقها توجهت توجهت إلى غير ما أريده سقط الرأس في يدي كلها كلمات أو عبارات دالة على الحركة مثلا لدينا تشرئب أي تمد عنقها اقتربت يدي من ساقها تحسست تلك الساق كلها عبارات دالة على الحركة أيضا عبارات الصوت بالنسبة لعبارات الصوت هي قليلة جدا فحفظها سهل يقول كأن كان الصوت الذي سمعته أشبه بصوت كسر عظمة بشرية كثيرا ما سمعت صوتها صوت التقطق الخافتة للأوراق هي عبارات قليلة جدا يسهل حفظها أما اللون كما أسلفت بالذكر يعني صفات الألوان صفرت أوراقها أقصانها التي سودت يعود الجدران المصفرة أيضا أضيفه إلى الدسية أوراق خضراء يانعة يعني هذه أضيفوها إلى دسياتكم تمام؟ إذا منتهينا من قضية الصوت واللون والحركة مهم جدا طيب لماذا استخدم هذه العناصر؟ يعني ما أثر أو ما القيمة الفنية لاستخدام تلك العناصر؟ الآن تقريب المعنى من نفس المتلقي والتأثير فيه ونقل أفكار القاس بصورة أوضح وأصدق تمام؟ طيب الآن ننتقل لموضوع جديد وهو أن الكاتب في هذه القصة استخدم لنا العديد من المشاعر العديد من المشاعر كالتردد والدهشة والاستغراب والندم والفرح علينا أن نحدد كل تلك المشاعر على النص أيضا ليس بالشيء الصعب عليكم كل عبارة من العبارات اللي أنا كاتبها في دوسيتي اللي أنا بعدت لكم إياها حددها على النص بلون مختلف مثلا التردد قلبت الفكرة في رأسي تراجعت تنهت جلست على المقع تراجعت قدمين نحو الوراء دهشة واستغراب الدهشة والاستغراب واضحة من عبارتين في النص ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة مثل التماثيل وكيف يمكنني الابتسام لمجرد نبتة بليدة أما الندم يعني شعرنا في الندم أكثر شيء في نهاية القصة تمام عندما قال حاولت إنقاذها كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي مهمة هذه العبارة دهمني شعور من ارتكب جرما الفرح عندما حاول الابتسام في أكثر من مرة لهذه النبتة لقد أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحا طفوليا ضبطت نفسي غير مرة وأنا أبتسم لها فوجئت بشفتي تفتران عن ابتسامة غير مفهومة تمام طيب الآن السؤال المهم الآخر هو أن هذه القصة انسجمت مع المثل السائر في العجلة الندامة وفي التأني السلامة وين في مواطن للعجلة في هذه القصة وأين تظهر مواطن الندم أيضا العجلة موقف القاس من النبتة فقد أراد التخلص منها أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة قصت أصابعه على عنقها فانكسرت يعني هو غريب أنه حاول التخلص منها مع أنه بدأ يعتاد عليها أما الندم عندما دهمه الشعور من ارتكب جرما في غفلة من الناس بعد أن كسرها ثم حاول إنقاذها لكن عبث فقد سقطت إذانا بموتها تمام؟ نختم هذا الفيديو بتصنيف شخصيات القصة فشخصياتنا القليلة هي ثلاث شخصيات يعني انقسمت ما بين شخصيات نامية وشخصيات ثابتة أحب أوضح شو يعني شخصيات نامية الشخصيات النامية هي الشخصيات التي تتطور مع أحداث القصة تتفاعل مع أحداث القصة لتشكل لنا الحبكة أو ذروة التأزم والحل بينما الشخصيات الثابتة هي الشخصيات التي يعني يتوقف مع حدث معين وتتلاشى أو يصبح يعني لا تتفاعل مع الأحداث يعني لا تستمر إلى نهاية الأحداث الشخصيات النامية كانت القص والنبتة والشخصيات الثابتة كانت شخصيتي عفوا شخصية حسني صديق القص برجع بكرر شخصيات النامية القص والنبتة والشخصيات الثابتة شخصية حسني صديق القص وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد